تواصلت في غرب كندا أمس عملية إجلاء السكان من مناطق تقع على مقربة من بلدة تتهددها حرائق الغبات التي أتت هذا العام قوية رغم أن الموسمة لا يزال في بدايته وصدرت أوامر لنحو خمسة آلاف شخص بإخلاء هذه المنطقة بسبب حريق اعتبر خارجا لطاق السيطرة والتهم أكثر من خمسة آلاف ومئتي هكتار من الغبات الواقعة شمال فورت نيلسون وكان فصل الشتاء في هذا البلد من بين الأكثر دفءا في تاريخه إذ تسقطت كمية قليلة من الثلوج في العديد من المناطق وتثير هذه الظواهر المناخية المخاوفة من صيف مروع آخر لسيما أن بعض الحرائق ظلت مشتعلة طوال فصل الشتاء